السلام عليكم. معكم كانت دروس في البيت. النهاردة ان شاء الله هناخد الموضوع الثاني. هناخد اول درس فيه الاطعامة البحرية. آآ الموضوع الثاني بتكلم عن غزائي الصحي. طبعا الموضوع الثاني فيه كم درس فيه واحد. ادي درس. وقص طبق الطعام. ادي تاني درس. آآ وناصر جسمي وعناصر الغزاء. ده تالت درس. وبعد كده آآ لاحظ واكتشف وتعبير كتابي وقيم تفلك. هناخد النهاردة اول درس فيه اللي هي آآ قصة الاستماع. الاطعامة البحرية. وبعدين آآ في فيديو تايه ان شاء الله هناخد اللي هي الاصطوات الطويلة والقصيرة. ده كده غزائي الصحي. علشان آآ الحاجات المفروض طفل يدرسها فيه الموضوع الثاني كله. مش اول درس. لأ الموضوع الثاني كله. آآ اللي هو ايه? اول حاجة ولي الامر. لما بيكون قاعد الاول كده مع الطفل بيعدي الصفحة دي الاول ويقرأها كويس جدا. اول حاجة يهدف هذا الموضوع الى تقديم مفهوم الغذاء المتكامل الى طفلق. وتأثيره على بناءه وقوة الجسم. كي يتمتع طفلق بصحة جيدة. ثم كما يتناول ايضا انواع الاطعامة التي ينصح بالابتعاد عنها. مع التنبيه على الالتزام العادية الصحية. آآ ده تمهيد علشان نمهد للطفل الفكرة. آآ او نمهد للطفل فكرة الموضوع. هناخده للمطبخ. هنفتح التلاجة. ونوريه الاطعامة اللي موجودة فيها. نسألو ايه هي الاطعامة اللي موجودة? الاطعامة دي بتفيدنا في ايه? آآ ايه مكونات الوجبة الصحية من وجهة نظرك? ايه هي الاطعامة اللي مفروض نقلل من تناولها وليه? والوجبات السريعة. صحية ام غير صحية اللي هي الفست من جزائي المنتج كامل. اللي هو طبعا اللي التلاجة فيها لبن. ومنتجات ها. بتساعد عن النمو اللي ازامه الاسنين وايه وتقويتها. اللحوم عندنا في التلاجة الحوم ودجاج والاسماك بتستاعد على بناء العضلات وتقوياتها. الخضروات والفاكه بتحمي الجسم من الامراض. وبعد كده اهم حاجة الجانب اللغوي. اللي هو الفعل المضارع للمذكر وللمؤنس. وكمان لام التعليم واستفهام وعلامات الترقيم. في مشروع التعبير الكتابي. بعد كده عندنا اول درس الاطعمة البحرية. واضح في الصورة جدا انه اسامة بي ايه بيرحب بيهم. تعالوا نشوف كده الكلام هنا. على ايه? قام صديقي اسامة. وهو من مدينة الاسكندرية بدعوتي. يبقى اسامة دعا صحابه مروان وسامح. آآ بدعوتي انا ومروان اخي. الى وجبة وجبة غداء بحرية. يبقى آآ اسامة عزم صحابه على وجبة غداء ايه بحرية. فآآ سعدته بهزه الدعوة. انا فرحت جدا بالدعوة دي. لانني احبه السمك. ليه? انا فرحت بيها لانه ايه? او اهتكلم عن نفسي انا لاني انا بحب السمك جدا. وكمان انا عارف فوائده. فالمأكلات البحرية مليئة تن تنوين بالضم بانواع تنوين بالتن. من الفيتامينات لا توجد فيه غيرها. يبقى انا بحب السمك عشان ليه فوائد كتير قوي. مليئة بالايه? فوائده انها مليئة بالفيتامينات. وصلنا انا واخي مروان. اخي ليه هنايا ملكية. مروان عنده. وعندما فتح الباب وجدنا الاكل على الطاولة في انتظرنا. يعني بعد ما وصل سامح ومروان. آآ عنده اسامة. بصوا له الاكل محتوط على الطاولة. الا صورة اللي بعدها. جلست انا واخي مروان. قعدوا. ثم نظرتوا الى الطعام. بصيت كده للطعام. محاولا ان اميز الانواع الموجودة. انا عاوز عرف ايه هي الانواع اللي موجودة دي. ولكن او لكنني لم اميز منها شيئا. ما عرفتش اي حاجة من اللي موجودة على الطاولة او الصفر. الطعام البحري اللي انا بعرفه هو ايه? السمك بانواعيه المختلفة. يبقى في الطعام البحري الذي اعرفه هو السمك بانواعيه المختلف. ولكن لم يكن على الطاولة. الطاولة ايوش اي نوع من الاسمكة التي اعرفها. يعني بعد ما قعدوا على الطاولة بيبصوا كده على الاكل. ايه ده الحاجات دي انا معرفهاش. انا كنت فكرة ان انا ايه هلاقي السمك بقى لان انا بحب السمك جدا لانه مليان بالفيتامينات. طب ايه المفاجأة الكبيرة دي? الحاجات اللي احنا اه اه اسامة هتطهرنا الغريبة دي. فطبعا الصفحة اللي بعدها هنا. لاحظ بقى اسامة ايه? التعجب على وشهم. لاحظ صديقي اسامة التعجب الذي كان يبدو علينا انا واخي مروان. فابتسم كده ليهم اسامة وقال من الواضح ان انواع الطعام بالنسبة لك يا سامح غريبة. دعني اشرح لك انواع المأكلات البحرية الموجودة. ده ابن الواضح جدا ان انت اول مرة تشوف الحاجات دي. فاستنى بقى كده علي انا هشرح لك ايه هي الحاجات دي. بعد كده اشار صديقي اسامة لأول صحن. اسامة راح مشاور على اول ايه? طبق. وقال ايه? هذه ريتسة. يبقى دي اسمها ريتسة. وانصحكم بقى ان تبدأ بها. يعني انا بنصح ان انتوا تبدأوا بيها. فايه? فنظرت ووجدت شيئا على شكل قشرتين صلبتين تملأوا اشواق. لقاها كده ايه? شيء على شكل قشرة صلبة مليانة شوك. وبداخلها بعض الفصوص الليينة. اخذ صديقي اسامة قطعة من الليموني وعصرها عليها. ثم بدأنا في الاكل. ام راح جاي مسكها كده وعصر عليها لمونة وراح ايه? نوكلها. نيجي الصفحة اللي بعدها. قال اخي مروان هذه اول مرة ااكل فيها ريتسة. مروان راح اقيل آآ ان دي اول مرة هاكل فيها ريتسة. فقال اوسامة ولن تكون الاخيرة. فطعمها لذيز جدا. وهي غنية بالمعادن التي يحتاجوا الجسم اليها. يبقى كده عارفنا فوائد الريتسة ان هي طعمها ان غير انها لذيز لا ده هي كمان غنية بالمعادن اللي الاكسر لنا بتحتاج لها. قلت لاسامة اقترح ان تعرفنا انا ومروان ببقية الاطباق قبل ان نبدأ في الاكل. يا ريت بقى يا اسامة ما تعرفشنا بباقي الاطباق اللي موجودة عندك دي عشان ايه? ناكل كده واحنا مستريحين. يعني احنا مش عارفين ايه الحاجات اللي انت حاطتها لنا دي. ده بالعمية يعني. آآ من الافضل ان احنا آآ نبحث في اليوتيوب عن الحاجات دي لو آآ مش بتجبوها الاطفالكم يعني في الواقع. فمن الافضل ان انت توريها لهم آآ اللي هي الصورة الحقيقية لها في اليوتيوب. او تعملوا استرش عليها. آآ اللي هي آآ غنية بايه وكده. بحس ان الطفل يعرفها اكتر. ومن الافضل برضو ان انت تشتروا الحاجات دي ليهم آآ يعني آآ لان هي مفيدة جدا. آآ بعد كده الصورة اللي بعدها. اشار اسامة الى صحن كبير به بعض الاصداف المفتوحة التي يمينوا لونها الى الابيض. راح جاي مشابرة على الطبق كبير. في اصداف بيضة. لونها مية للابيض. وقال. اما هذا فايه? فجندفلي. وهو غني بالفيتامينات الضرورية لصحة القلب. يعني الجندفلي غني جدا بايه? بفيتامينات ضرورية او بالفيتامينات الضرورية لصحة القلب. وطريقة اكله تختلف عن الريتسا. وهي تأكل هكذا. واضح جدا ان اكلها بالمعلقة. فاخذ واحدة وفتحها وباستخدام ملعقة صغيرة اخرجها اللحمة اللذي بداخلها واكله. يبقى شاور آآ اسامة على الطبق التاني. اللي موجود في اصداف كبيرة مفتوحة. لونها كان يمين الى الابيض. وطلع اسمها جندفلي. وكمان غنية بالفيتامينات اللي هي ضرورية بصحة القلب. نتيجة الصفحة اللي بعدها. صاحة اخي مروان. ما هذا الذي بداخل صحن الارز بقضاة العمران? صاحة اخي مروان وما هذا الذي بداخل صحن الارز? نظرته ده سؤال. ده ايه ده سؤال? لانه ما آآ 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 الاستفهام. فنخلي بالنا قوي من اللي هي السؤال. بتبقى بدقة بأداة الاستفهام وهي علامة الاستفهام. وصاحة ده كده مد بالالف. واخي ملكية. يا ليت من الافضل احنا وما احنا بنشرح الدرس نفكرهم بالحاجات دي. عشان ما ينسوهاش. بعد كده نظرته صحن الارز. فوجدته بعض الاصدافة لونها اسود تخرج من الارز. قال اوسامة هذا بلح البحر. ده آآ نوع اسمه بلح البحر وهو غني بالفيتامينات والمعادن. وقد يؤكل وحده مثل الجندفلي او يطهى مع الايه? مع الارز. يبقى آآ مروان شايفوه بيأكل معلقة الرز كده? لأ طلع ايه? طلع صدفة كده لونها اسود. آآ خارجة من الرز. فاستغرب كده. فقال له ايه ده? قال له ده بلح البحر كمان ده غني بالفيتامينات والمعادن. فممكن تاكله كده زي الجندفلي بالمعلقة. او ايه? او تتبخه مع رز. نيجي للبعدها. جلسنا جميعا الى الطاولة وبدأنا ايه? في الاكل. كان للاكل نكهة ومخاصة. خلاص قعدوا بعد ما يعرفوا كل حاجة موجودة. فكان الاكل كان ليه طعم كده ايه? خاص مميز. في البداية. وساعدنا صديقه اسامة. ولكن مع التدريب صرنا انا واخي مروان ماهرين في اكل الريتسة والجندفلي وبالح البحر. يعني بعد العزومة دي بقوا خلاص بقى ماهرين في اكل الريتسة والجندفلي وبالح البحر. آآ نيجي بعد كده الصفحة اللي بعدها. معاني الكلمات. والكلمة ومضادها. والمفرد والجمع. وده آآ هوقف لحد هنا مش هطاول عليكم الفيديو. وبعد كده آآ في آآ فيديو تاني هنحلي فيه الانشيطة بتاعي سريحة الميز كلها. نيجي بقى هنا معاني الكلمات آآ ساعدته فرحته. التعجب الدهشة. وصحن طبق يطهى يطبخ. الكلمة ومعناها الطاولة معناها المائدة. آآ يبدو اللي هي الصفرة يعني بنسميها المائدة. يبدو يظهر غنية بي مليئة بي نكهة نكهة طعم او رائحة. اميز افرق دعني اتركني يميله الى يقترب منه. صرنا اصبحنا. دي معي الكلمات وطبعا دي حفز. معركة الكلمة مضادها. صديقي عدوي عكسها. آآ غريبة مألوفة. آآ مليئة عكسها فارغة. صلبة عكسها لينة. عارفه اجهله عكسها. المفتوحة عكسها المغلقة. المفرد والجامع آآ مدينة مدن نوع انواع قطعة جمعها قطع وجبة جمعها وجبات صحن جمعها صحون ملعقة جمعها ملاعق آآ الطاولة الطاولات كشرة كشر نكهة نكهات بعد كده الجامع ومفرده فوائد فائدة المعادن مفردها المعدن آآ آشواج مفردها شوكة الأطباق مفردها الطبق الفصوص مفردها الفصل الأصداف مفردها الصدف. وبكده اكون خلصت معاكم شرح الدرس ومعين الكلمات والكلمة ومضدها والمفرد والجامع والجامع والمفرد. والفيديو تاني ان شاء الله هنحل فيه الاسئلة مع بعض كلها. كلها لحد اخر صفحة فيها. علشان يعني آآ احاول ان انا اكسب وقت اكتر وآآ ما ما طورش عليكم الفيديو خلاص. وبعد كده آآ آآ انهي معاكم الفيديو. اشوفكم على خير الفيديو الجاي واستهيما عليكم ورحمة الله وبركده.